التطوير المهنية بسبب انتشار المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات أصبح يمتاز العصر الذي نعيش فيه بالتغيرات السريعة وأدى ذلك إلى تغيرات في مستوى المهارة والأداء والكفاءات التي ينبغي امتلاكها من هنا ازدادت الحاجة إلى التطوير المهنية للمعلمين والمدربين حيث أصبح مطلباً من متطلبات العصر كما ينبغي على المعلمين والمدربين امتلاك القدرة على إدارة الوقت بشكل جيد حيث تساعد إدارة الوقت على نجاح العملية التعليمية وفي ظل تطورات العلمية المتسارعة يحتاج المتعلمون إلى التعليم المستمر للحصول على خبرات تعليمية دون ربطها بعمر محدد أو مرحلة معينة الآن نبدأ اليوم التدريبية العاشر لنتعرف فيه على مهارات التطوير المهني وأهميتها التقييم الذاتي وأهميته في تحقيق التميز المهني كيفية تحقيق التميز في مكان العمل بواسطة التشارك مع ذوي العلاقة استراتيجيات إدارة الوقت والأولويات التعليم المستمر مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر وكيفية تنميتهما آليات تعزيز التعلم المستمر بين المعلمين والمدربين العمل التعاوني وأهميته في التعليم المستمر